إلى أبي الغالي أبعث إليك بتحياتي وسلامي وأرجو أن تكون بخير أود أن أقول لك إنني أكتب لك هذه الرسالة لأعبر عن شكري واعتذاري في نفس الوقت أشكرك من كل قلبي على كل ما تقدمه لي من حب ورعاية وحنان أنت دائما بجانبي لتدعمني ولا أستطيع أن أفيك حقك بكلمات بسيطة وأود أن أعتذر عن أي تصرف أو كلمة قد جرحتك دون قصد مني أعلم أنني قد أخطأت أعتذر منك وأعدك بأنني سأكون أكثر انتباها لأفعالي وأعمل دائما على أن أكون لابن الذي تفخر به أحبك يا أبي وأتمنى أن تظل دائما سعيدا وفخورا بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر